السلام للبنات كتيري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل سيدة بطبيعة الحال أن هذا الفيديو هذا فيه مجموعة من نصائح والوصفات القيمة اللي ممكن أنها يعني هذا الوصفة هذه ممكن تساهم في حمل عديد من السيدات تكون السبب من بعض الله لأنه فعلا وصفات مجربة شنو هي الطريقة اللي دارت هاد الأخت هادي باش سهلت من حدود الحمل وكذلك شنو هي الوصفة اللي تبعت بقي معايا في هاد الفيديو المهم وبطبيعة الحال إلا أعجبك المحتوى ديال هاد الفيديو ما تنسيش أنك ديما تخلي لي واحد اللايك باش توصل هاد المعلومة هادي لجميع السيدات المتشوقات باش يكونوا أمهات إن شاء الله ويا رب ترزق كل محرومة فيكم درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع أكيد أن بزاف ديال السيدات من اللي كيمشيوا للطبيب ديالهم كيقوموا بعمل إحدى الفحوصات يعني باش يطمأنوا على الصحة ديالهم وكذلك الهرمونات ديالهم باش يعني يشوفوا واش الهرمونات فيهم مشاكل أو فيهم خلل ويعالجها الطبيب بأحد الأدوية الهرمونية بزاف ديال السيدات ما كيعرفوش كذلك بأن وحد الراديو أو وحد الأشعة بالصبغة ممكن أنها تسهم في حمل بزاف ديال السيدات كيفاش هذا الأمر هذا كيف ما كان عرفوه بأن أشعة الصبغة من الأشعة التشخيصية والعلاجية في نفس الوقت فإلى جانب وظيفتها الرئيسية في تصوير الرحم وقناتي فلب لمساعدة الطبيب في معرفة إذا ما كان هناك مشاكل داخل الرحم تمنع حدود الحمل فإن المادة التي يتم حقنها تعمل على تنظيف الرحم وإزالة أي انسدادات موجودة في قناة فلب تمنع وصول السائل المنوي إلى البويضات من أجل التخصيب بطبيعة الحال أن هذه الأشعة بالصبغة تستطيع أن تفتح الأنابيب لكن هناك انسداد بسيط فهذا الشيء هو اللي تفجأت به هاد الأخت هذي من بعد ما طلب لها الطبيب هاد الأشعة بالصبغة في ذاك الشهر اللي دارت فيه الأشعة بالإضافة إلى هاد الوصفة اللي غندكر في الفيديو كان عندها حمل سبحان الله ممكن أن ديك الأشعة كانت سبب في الحمل ديالها كان عندها واحد الانسداد بسيط دليل أنها كانت نتادر الحمل لسنوات ولكن هاد الأشعة هذي سهمت في فتح هاد الأنابيب وفي إزالة هاد الانسداد البسيط اللي كان عندها وسهلات مرور السائل المنوي للبويضة من خلال يعني قناة فالوب هاد القناة هادي اللي خاصها ضروري تكون نظيفة تماما باش كي حدث التخصيب بسرعة إن شاء الله بزاف ديال السيدات كذلك كيتخوفوا من اللي كي سمعوا الأشعة بالصبغة وكي يعطيها لهم الطبيب فهنا كيبدأ المخاوف كيبدأوا التساؤلات واش كيتحدث هاد الأشعة الألم ولله بطبيعة الحال أن الألم كيكون وقتي يعني ما كيستغرقش بزاف ديال الوقت يعني كيكون للحظات بسيطة في الوقت اللي كتجري في هاد الأشعة هذي وماشي بالدرجة اللي كتصوريها يعني لكثير من السيدات كتخوف منها يعني وكتبتعد عليها كليا كتقول بأنه ممكن أنها هيجيها واحد الألم كبير جداً وما تستحملوش وبزاف ديال السيدات كذلك كيعطوها تخوفات وكيعطوها الأراء ديالهم حول هاد الأشعة بالسبغة وبالتالي ما كتستطعش أنها تشجع وتمشي تدير هاد الخطوة هذي لأن فعلاً ممكن هاد الخطوة هذي تكون سبب في الحمل ديالها إن شاء الله إذا حاولي أنك من لك تبغي تدير هاد الأشعة هذي يكون هناك نوعاً ما من الاسترخاء لهدوء عند عمل الأشعة حتى لا تعرضي نفسك لانخفاض مستوى ضغط الدم وحدود دوار وقائب الأمر اللي ممكن أنه يكون سهل جداً وما كيحتاش منك كل هاد الخوف يعني ضروري حاولي أنك تشجع وتقوم بالأشياء اللي وصفها لك الطبيب ولي اقتارها عليك الطبيب وكملي في العلاج ديالك وكملي في هذا المشوار ديال المسيرة ديال البحث عن الحمل باش إن شاء الله ما توجهيش هاد المخاوف هذي وتبقى يعني كتستجبل المخاوف ديالك وما تمشيش تتقوم به هاد الخطوة هذي المهمة إن شاء الله لأن فعلاً هاد الأشعة هذي بالصبغة كتجريها في اليوم الخامس من الدورة الشهرية وبعد الطهر التام منها للتأكد من عدم وجود أي التهابات مهبلية حتى لا تقوم مادة الصبغة بدفعها ونشرها داخل الرحم والأنابيب ضروري الرجوع للطبيب المختص بعد عمل الأشعة والالتزام بما ينصح به ويعطيك من أدوية ضروري من هاد الأمر هذا وضروري أنك تقوم به هاد الخطوة هذي إن شاء الله لربما تكون إحدى الأسباب اللي كتأخر لك الإنجاب ووجود مشاكل عندك في الرحم أو في الأنابيب وبالتالي يبقى ديما عندك الحمل المتأخر ما تصنطيش للأراء اللي كتكون سلبية اللي ممكن أنها تخليك ما تجريش هاد الخطوة هذي وما تقوميش بها حول أنك تصنطي للطبيب والنصائح دياله وكذلك تبعي الوصفات الطبيعية اللي ممكن أنها تفيدك وما فيهاش أضرار جانبية كيف ما درت هاد الأخت هذي يعني بمجرد ما كان عندها ضعف الإبادة اكتشفت كذلك أن عندها ضعف المخزون 0.5 الأمر اللي أخر لها الإنجاب قالت بأن الحلم ديالها مستحيل من بعد ما شفت نتيجة التحليل اللي هو AMH اللي هو ضرورة هو تقوم به السيدة خصوصا السيدات اللي العمر ديالهم تجاوز الخمسة والأربعين واللي بغاوا يعرفوا واش عندهم شي خزان في البويضات المخزون ديالهم شحال باش يعرفوا واش هناك احتمالية للحمل بشكل طبيعي او لا لا هاد السيدة هذي وهاد الأخت هذي رأى صغيرة في السن مع ذلك المخزون ديالها ضعيف من البويضات ومع ذلك كذلك حملات بشكل طبيعي سبحان الله بهاد الأشيحة هذي وكذلك بهاد الوصفة اللي غادي نذكر في هاد الفيديو كان عندها حمل طبيعي بقدرة الله لأن قدرة الله فوق كل شيء واخد تشوفي المخزون ديالك ضعيف راه ممكن بويضة واحدة تخرج في ذاك المخزون اللي ضعيف ويحصل بها تسلقيح ويحصل بها الحمل اذا تشبتي بالأمل ديالك تشبتي بالحلم ولو أنك تقول عليه مستحيل لا شيء مستحيل عند الله حاولي أنك تدير اليقين ديالك دير الإيمان ديالك في الله كين سيدات تعطلوا في الإنجاب ومن بعد ما حملوا حملوا مباشرة وسبحان الله تزاد عندهم الكثير من الأولاد سبحان الله هاد الشيء راه بيدي الله هو اللي محدد لك عدد الأطفال محدد لك الرزق ديالك وقتاش غادي يعطيه لك أو الهيبة اللي غادي يوهبها لك في واحد الوقت معين بطبيعة الحال هاد السيدة هادي سمعت لواحد الوصفة يعني في إحدى القنوات وجربتها وبالفعل سهمت في الحمل ديالها بسرعة هاد الوصفة هادي هي كالتالي ابتداء من أول يوم لنزول الدورة الشهرية كانت كتناول البيض البلدي البيض البلدي مضاف لحب الرشاد مع الحبة السوداء أو حبة البركة إذن حاولي أنك تخلطي هاد المقادير هادي مع بعضياتها وحاولي أنك تطيبها وتديرها يعني في الفطور ديالك الصباحي يوميا بيضة واحدة أو بيضتين من الأفضل يعني بيضة واحدة من الأفضل باش هاك يعني ما تكتريش من البيض وكذلك تناولي معها كيف ما قلت لك نصف ملعقة من الحبة الرشاد وكذلك نصف ملعقة من الحبة السوداء وتخلطي مع البيض وتناوليها في وجبة الإفطار يوميا باش تساهمي في خروج البويضة وتكون بجودة عالية وبحجم مناسب للتلقيح في اليوم الخامس عشر إذن ابتداء من أول يوم لنزول الدورة يوم آه يوم لا يعني يوم آه يوم لا غادي تخذي هاد الوصفة هادي حتى اليوم الخامس عشر وتحبسي الوصفة يعني غا تكون البويضة كبرات وغا تكون وصلات لدك الحجم المناسب والمعين باش تلقح ويحصل الحمل مع الاكتار من الاستغفار حاولوا أنكم ديمة كتروا من الاستغفار والدعاء لأنها أسرع وأفضل طريقة للحمل بسرعة إن شاء الله بطبيعة الحال كتروا من دعاء ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك درية صالحة كل هاد الدعوات هادي كتروا منها وكتروا من الدعاء والاستغفار أذكار الصباح والمساء وكذلك قراءة القرآن مع صدقة بنية الحمل كل هاد الأمور هادي إن شاء الله غادي تجلب درية لكل أخت متأخرة في الإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إلا أعجبكم هاد الفيديو هذا ما تنسوني جديمة من واحد اللايك واشتراك في القناة إلا كنتي كتشوفي القناة ديالي لأول مرة وإعجبك المحتوى ديالها ضغطي على زر الاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس بشديمة توصل بجديد القناة إن شاء الله غادي ندرب لكم موعد الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر